السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نعمل إعادة تدوير الأشياء بالحبل الحبل 5 متر بخمسة أورو محل الدكور وكسبة كسبة كبير الدكورات وكسبة هذه عندي واحد لبوط دراس العام فهي جباول دي معامل خدمة الوغفة قلت عليش لا ما نستغلهاش ونعمل بهاش حاجة اللي غنستفد منها من بعد فهدي كتسمى إعادة تدوير الأشياء فما كتسبعوا بحال هكذا كما أنكم تقدروا تلقوا بانيتون في الكارتون ما كتلقوه بحالك في البوط الحديدية بحال هذي كيفما كتشوفه فانا غد نديرو غنخدموها بالقنب كما قلت لكم فهاد كما قلت لكم فهاد كما قلت لكم فهاد كما قلت لكم من محل ديكور يلا غد نديرو إن شاء الله فكما قلت شوفه فانا غد نتبت هاد الحبل هادا على هاتشكل فهو كنمسا فالانواع دي الحبل وكين بألوان أخرين فكين ببدأ من التحس بشوية بشوية بما أن هاد البوط هادين ماشي خاثرة ماشي مفيهاش يعني شوائب فانا غد نخليها هاكتا سنو إلا كانت شي بوط هي من الداخل ديالها ماشي هاديك فاغد نغلفوها بالتوب نغلفوها بالتوب ونخرجوه من شناب بما أنه الكولوغ ديالها تاوزوين من الداخل فانا غد نخليها هاكتاك وغنقسها هاش كما كتشوفو فانا قطم هاد يكن ندور في الحبل وانا كندير فلاكول باش يبقى ثابت ليه لأنه هاد الملمس ديال هاد البوط هاد فهو ملس يعني تقدر انه من بعدي لما درت فلاكول فهو تقدر تحيد عفوا ويقدر ان هاد هاد القنب هاد هاد الحبل ايه تنسل وما رسوش يعني هات تخسر لذلك فانا قدمها انا غد ياخد تاما وانا كندير فلاكول وكنتبت فيه مثيان نحاول انا نصير باش يبقاش هاد ليه مثيان ما يبقاش يبانوا الفراغات وقعلا بانوا الفراغات من بعد فانا قاعدوا ان نصيبوهم كيف ما كاتشوفه فراغات نتم غادي على هاد العملية هاد فهو كتطلب واحد شوية ديال الاكول اه يعني ضروري شوية ديال الاكول يعني استعملت فيه انا تقريبا شي ثلاثة ديال او الاربعه ديال ديال الاكول ديال ادوك الوتيوب ديال كول ما كتشوفه فانا كنتم غادي بطريق خدائرية ساغل لبسها كاملة تقريبا على هاد الشكل كما كتشوفه فانا قدمه كندورك انا كنقبط بايد يمسيان باش كندغط يبقاش ديال يمسيان يعني انتغط عليه باش ما يبقاش انتي الفراغات ما بين اه الحبل متقريبا هاد شخص انا نستمر حتى نقود حتى كانت توقفها سنصل حتى الفراغ لانه سوف نصاع الغلاقة الغلاقة كيف ستتسد نشوف كيفية العبار ديالها اللي بدالك قد نحبسها هنا و قد يمشي نصيب الغلاقة دياله الغلاقة قد نشوف كيفية عندين لها فهنا هاد الغلاقة بغات يكون عندين لها واحد هادك العين مني كتهز فهنا قد ندور على هاد الشكل هادا و قد نلصق و قد ندور المهمين لما عرفتش كيفية شغلين إلا ما موصلتش لكم فكرة بالكلام فهو الصورة بينة و واضحة فعنا كنخلي ذلك الطريف اللي كان نقبط لنسبة لهذا الغلاقة و قد ندور على هاد الشكل هادا ايه كالصقف الأول كان نتحكم فيها و صعب لكن نتحكم فيها كان بقى ندور عادي جدا لكي سهلا كالعادة كما قلنا احنا كندورو حنا كنخلتش بشيء بقى تابتلينه مجدوه مجدوه لا أعرف إذا أعزنتم هاد القنب هاد الحبل الي كيكون مصنوع عدنا تغال هذا صحيح اعجبني كتجبني ريحة ديالتو حتى الملمس ديالتو كتعجبني استحصلش حاجة لناتو غال زوينه ما فيك نخوى على هاد الشكل هادا موسيقى موسيقى كما ترون فاصلت الى الأخير هنا نحاول نحبس لنخدمها بفوق الغلاقة كما ترون قبل الابط يجب أن نكمل يجب أن نقوم بتغطية يجب أن نقوم بتغطية يجب أن نقوم بتغطية يجب أن نضيف يجب أن نقوم بتغطية يجب أن نقوم بتغطية يجب أن نقوم بتغطية فأنا أبقى عندي هذا الفراغة على لغته بعده بش غدي نكملهم ماشي مشكلة وخاء أنا نديره بحركة دمنا غدي شي بها الفرق لان اللهم نديرها وهي ركبة للغلاقة ولا ما تكونش ركبة لان من بعد نقدر نستمر عليها الشكل هذا نكملها وكذلك حتى في الغلاقة نكملها من الجناب باش بقى يبقى عن المنظر دي لها أزوين ومتناسق شوفوا على هاد الشكل هادا هنا كنزيد نسبتها كذلك نزيان باش ما يبقوش طعل عندك شنيه تفازك كما تشوفو وشو لداخل دي لها فهو أزوين يعني ما مكيلش غدي نزيد نغطي بشي توب ولا بشي حاجة فأنا فضلت أنا نخليه بحاله كده انه زيان هنا عندي هاداك بحلو حد القنب صغير ورد تهوانه تشغيل كما تشوفوها وعاها غادي نحاول ندير منوه وريضات ما فما كيش يبقى في الكاميرا فأنا مجرد أنا كلويه هادا سبعان دي ولي ومن بعد غادي نديروه على شكل وريضة غادي نديروه على شكل وريضة غريبان في المرة الجاية باش غنزين هاد الباط ديالي فعلا بحانات فانا حاول تنبيل دايش عاجا ديا الباستيك هنديروه أولا00 تعالي اه 미جاج وعلا شكال هادا بلاتي ششوه شاعت بان يبقى ورد highest شوش ديال الوريدات بحالica هكدا من البعد غنه وخد لأحد طرف ديال هاد القنب النيس وغادي ندورو وغا يجي على شكل وريضة حتى هو اشتركوا في القناة اجمع الخياط واضح اجمع الخياطة اشتركوا في القناة اجمع اعادة تدوير الاشياء اشتركوا في القناة نضغط العسل سلاس وغسلتها نضغط العسل نضغط العسل من السحس كيف ترى كذب قطعة الكرة بسيطة ولكن في النهاية نتيجة تكون رائعة جدا دون الشماء نضغط عسل في الداخل نضغط الأعداء في النهاية وعندها وعندها سلاس هيا فكرة بسيطة جدا بدرنا ايها دا تدوي الاشياء يعني انا فما ما اخسرنا على اولو قنبة وهاد القنب الاخر هادا وهي اضعطي ناتيجة ان شاء الله مو بيها اكبر ما كنتشوفو هنا الغلاقة فهنا ندور على هادا ما عارش حبل صغاور ما عارش شو مسميته الصراحة ربما بتلكمك يكون مصنوع من النابت موجود ومتوفر في اي براسة فهذا الجرار هادي كتلاع باورو جاي على هاد شكل هادا كنتبتو هادي الاسقوف الاخير نقدر استعمال قناعة صغار قناعة كبار على حسب اللي عندكم توميا ماشي ضروري لنفس الخرعة هادي بصراحة انا ما كنتبغيش هرمي هاد القناعة هادا كيعجبوني شكل ديالهم وديال الزاج كنا في الطرقان هنا نغسلهم ونستعملهم في حاجة اخرى او تاني كيف ما كنتشوفو اعزائي احبائي فهذا هو الشكل النهائي ديال الديكور اللي درنا وديال هاد اللابوات هادي اللي درنا هاد العلبة فهي جات حلى هاد شكل هذا كده القراءة ديالنا فهي جات هاكده كما كتشوفو فهنا درتها بالفيلتر كده صراحة واحد المنظر غزيل واني قد تقولو كمان بحالة مش انتم انا مستيبينها صراحة كتجيب انا كم بحالة شعريها وراكم عارف الاسميات ديال هاد شي كيكون صراحة خالي واحد شو هي فهنا درت واحد حاجة بيديكم ودرتوا اعادة تدور الاشياء فكنتمنى انا هاد الفيديو نال اعجاب ديالكم و لكن تؤون وراك الدخول لقناة ديالي ما تنسوش انكم تضغط على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش وصلكم دائما الجديد الى اللقاء في فيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة